هذه الألوان الزاهية والجميلة اللافتة للنظر كالأحمر، الأصفر، الأخضر، والأزرق يجعلك تعتقد بأنها كائنات ودودة ومسالمة ولكنها عكس ذلك تماما فهي كائنات شديدة سمية وتستطيع قتل رجل بالد بكل سؤولة تسمى هذه الضفاضع بضفضع السهم السام وهي برمائيات صغيرة ذات ألوان زاهية تعيش في الغابات المطيرة الاستوائية عبر أمريكا الوسطى والجنوبية حيث أن هناك أكثر من 175 نوعا معروفا وهذه الضفاضع كائنات صغيرة الحجم تراوح طولها من 2.5 إلى 5 سنتيمتر فقط وعلى عكس العديد من البرمائيات الأخرى فهي نهارية مما يعني أنها تنشط في النهار سمي الضفاضع السهم السامة بهذا الاسم بسبب السموم التي تفرزها من جلدها والتي كانت تستخدم قديما على أطراف أسلحة الصيادين فقد كان الهنود الحمر يضعون جلود هذه الضفاضع على رؤوس السهم لمئات السنين فتمتع الضفاضع السهم السامة بألوان زاهية ولذا تعرف أحيانا باسم جواهر الغابة المطيرة وتتخذ ألوانها البراقة كرسالة تحذير للمفترسات فهذه الألوان دلالة على أنها كائنات سامة وقاتلة كما تستخدم بعض أنواع هذه الضفاضع أيضا ألوانها للتمويه لتتماشى مع بيئتها الطبيعية عند النظر إليها تختلف سمية الضفضع السهم السام باختلاف أنواعها وألوانها كدفضع السهم الذهبي الذي يعتبر واحد من أكثر الكائنات سمية على وجه الأرض حيث تفرز هذه الضفاضع سما قوية نسمى الباتركوتوكسين وهو سم عصبي قوي يقوم بتعطيل نظام الإشارات في الدماغ إما يتسبب في العديد من الحالات المنهكة والمميتة مثل الشلل والألم الشديد وحتى السكتة القلبية ولكن هناك حيوان وحيد يمكنه تحمل كل هذه السمية وهو ثعبان البطون النارية كما يسمى فهذا الثعبان هو الحيوان المفترس الوحيد لضفضع السهم السام لأنه محصن ضد سموم هذه الضفاضع وفقا لموقع أنيمال دايفيرسيتي وقد أعطى الله سبحانه وتعالى هذه الضفاضع القدرة على تجنب سمومها الذاتية فهي تمتلك جزئات تعمل كإسفنج للسم تمنع الباتركوتوكسن من الوصول إلى خلايا الضفضع مما يمنحها مناع ضد سمومها تتغذى هذه الضفاضع في مرحلة ما قبل النضج على كل ما هو متاح مثل الحشرات، الطحالب والشرغيف الأخرى في بعض الحالات أما البالغة فتعد من الحيوانات الآكلة للحوم والنباتات ولكنها في الغالب تتغذى على الحشرات مثل النمل، النمل الأبيض والخنافس ويحصل ضفضع السهم السام على سميته من خلال نظامه الغذائي فعلى الرغم من أنه لا يزال غير معروف أي هذه الحشرات المسؤولة عن إعطاء هذه الضفاضع قوتها السامة إلا أن هناك دراسة نشرت تفيد بأن خنافس ميلايريت قد تكون السبب حيث تحتوي هذه الخنافس على مستويات عالية من سم الباتركوتوكسن ومن الجدير بالذكر أن ضفاضع السهم السامة تفقد سميتها في الأسر حيث أن الضفاضع التي ولدت في الأسر لا تحتوي جلودها سماً على الإطلاق وهذا يعود إلى النظام الغذائي الموجود في الأسر والذي يقتصر على بعض الحشرات الغير السامة يحدث التزاوج على مدار العام ولكن بشكل خاص خلال موسم الأمطار حيث تضع الأنثى البويضات الغير مخصبة على أوراق الشجر في بيئة مظلمة ورطبة ويطلق الذكر الهيوانات المنوية على البويضات لتتخصيبها وقد تصل في بعض الأنواع إلى أربعون بيضة في المرة الواحدة ويحرس الأبوان نسلهما لمدة تراوح بين عشر إلى ثمانية عشر يوماً ويفقس البيض إلى شرغيف تلتسق بظاهر أمها والتي تحملها وتنقلها إلى برك من الماء وما هي إلا أشهر قليلة حتى تصبح هذه الشرغيف ضفاضع بالغة وفي الحقيقة يختلف العمر الذي تصل فيه هذه البرمائيات إلى النطج الجنسي ففي بعض الأنواع كالضفضع السهمي الأزرق يستغرق عامين للوصول إلى النطج الجنسي ويتراوح متوسط عمر هذه الضفاضع بين ثلاثة إلى خمسة عشر عاماً وفي النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وشكراً للمشاهدة